بسم الله اهلا بكم يا شباب في الفيديو ده هنتكلم عن لوحة توزيع من شركة الفنار من النوع ريسان طبعا زي ما احنا شايفين اللوحة دي هي قدامنا شركة الفنار اللوحة دي يا شباب مواصفاتها نية بتخضع للـ IEC 61-439 اللوحة بتطلع بعدد معين من الفيزات ممكن تبقى single phase او two phase او three phase ده اللي بيطلع من المصنع الجهد بتاعها بيكون 380 او 415 فولت يعني three phase عدد الخطوط بتتوفر لو single phase بتطلع لك من اربعة الاثناشر ولو two phase من اربعة التمانية خط انا اللي هميني يا شباب دايما زي ما قلنا اللي هي لوحة توزيع three phase بتاعتنا دي بتبدأ من 6 من 6 لحد 48 يعني انا ممكن الاقي لوحة 48 الاقي لوحة 36 الاقي لوحة 24 الاقي لوحة 24 الاقي 12 وهكذا ده كله متوفر في شركة الفنار هنبدأ نشوفه بالترتيب وهناخد اللوحة دي بالتفصيل ونشوف البريكرات الداخلية بتاعتها هنبدأ بعد كده نقول والله هي بتتكون من قاطع رئيسي القاطع الرئيسي اما يكون mcb تمام miniature circuit breaker بيبدأ من 32 متوفر من 32 امبير لحد 100 امبير او mccb mccb متوفر من 30 لحد 400 امبير ده القاطع الرئيسي او المين circuit breaker القاطع الفرعية بتبدأ من 6 ل 36 من النوع mcb ولو كان عندي rcb بيبقى حساسية القاطع 30 ميلي امبير في اللوحة دي تستخدم طبعا داخل منزل بالindex protection بتاعها 40 ولو كانت عايزة استخدمها برا لازم اخد بالي يبقى درجة الحماية بتاعتها عالية يعني هتبقى 54 ده خارجي و40 ده داخلي خلي بالك لانا ما نفعش اركب لوحة تكون المفروض اصلا متصنع انها تركب داخل البيت وراح اركبها برا نتيجة المطر ودرجات الحرارة بتتأثر بها تأثير كبير مهم جدا طريقة التركيب دي بتركب باسلوبين يعني اما تركب surface تمام او clutch او بيسموها غاطس داخل الجدار بتطلع بيه اللون ال beige اللي هو رال تمام 1001 او 1013 زي ما احنا شايفين درجات اللون اللي هي ال beige اللي بتطلع بيها اللوحة احنا شوفنا رسان من شركة تمام من شركة الفنار وده لوحة توزيع منتشرة جدا وشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله خاصة باللوحات الكهربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته